بهدف المكاسب السياسية فقط يستمر عضو الكنيسة إتمار بن كفير عن حزب صهيونية دينية في محاولاته لإجراء مسيرة الأعلام الاستفزازية في البلدة القديمة في مدينة القدس طبعا استفزاز للشعب الفلسطيني وللأمة بشكل عام طبعا هذا المستوى اللي احنا شايفينه مش هو المستوى اللي بنطلبه وأنه يعني المسلمين والعرب أنهم يحرروا الأدس ويوقفوا المهزة لها يعني وبعد أن رفضت الشرطة أن تتم المسيرة في الأحياء العربية وإعلان المنظمين إلغاء المسيرة توجه بن كفير المحكمة العليا ضد قرار قائد الشرطة والعليا بدورها رفضت طلبه بدريعة ضيق الوقت بالأمس شهدت البلدة القديمة مسيرة لمستوطنين جابوا شوارعها وهم يحملون الأعلام الإسرائيلية واليوم اقتحم العشرات منهم باحات المسجد الأقصى في خطوة استفزازية لمشاعر المسلمين فبتوقع أنه كثير معادها سيء والمفروض أنه مش تتأجل تلدغي وإحنا كثير كلنا مبسوطين أنه حكوا أنها رايحة تلدغي فما بعرفش شو اللي بصير في الكواليس تبعي الحكومة كل مسؤول سياسي في إسرائيل يعرف أن بنكفير وبنيامين نتانياهو يعملان فقط بهدف تمويه جمهور اليمين عن إلقاء المسؤولية عليهما بفشل تشكيل حكومة يمين ويعملان أيضا على عرقلة عامل حكومة التغيير التي يقودها يائير لابيد ترجمة نانسي قنقر